أهلاً طلاب، شونكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير I hope you're all having a great day اليوم راح نشرح تقريباً أزعج وأطول موضوع عندنا بالجنرات سيرجري اللي هو الثايرويد بلاند طبعاً موضوع الثايرويد هو مو صعب بحد ذاته بس هشوفون إنه هو شوية مطول يعني تقريباً ملزمة موسط 100 سايد فللي يقرأ الثايرويد لازم يخلي بباله إنه كأنه مادة يقرأ ملزمة ينسوية مو ملزمة وحدة فthis is just to prepare you mentally لهذا الموضوع طبعاً في فيديو الحارنية بكرنا إنه عندنا ثلاث مواضيع رئيسية بالجنرات سيرجري دني لازم نضبطها اللي هنه الحارنية الثايرويد والبرست فخلي نبلش بالثايرويد أول شي راح ناخذها بهاي الملزمة هو الثايروغلوسال سيست اللي يموتون عليها بالامتحانات البراكتكل ما عرف ليش طبعاً this disease is congenital أكوفة خلل بالإمبريولوجي دي سبب لك هذا الدزيز فإحنا حتى نفتهم الباثولوجي لازم نعرف النورمال إمبريولوجي مع الثايرويد لاند كمختصر للإمبريولوجي فالثايرويد لاند راح يبدي الدفاع بمثمالتها بهاي النقطة بهاي النقطة راح تظهر بشكل نصيح له الثايرويد بريمورديوم هذا البروجيكشن راح يبدي يطول الحد ما يجيه ويقعد هناك ويسوي لك الثايرويد جلاند من راح يطول راح نصيح له الثايروغلوسل داكت هذا الثايروغلوسل داكت مو راح يطول راح يسحب شوية من التشوهنان اللي موجود بالتنغ يسحبه لي جوه فيصير عدنا فالدبراشن راح نصيح له الفورامن سيكم فعدنا ثلاث مصطلحات رئيسية بالإمبريولوجي اللي هي الثايرويد بريمورديوم اللي هو البروجيكشن الصغير اللي يبدي من عند الديولومنت الثايروغلوسل داكت اللي هو الإلونجيتد فرجن مال هذا البريمورديوم والفورامن سيكم اللي هو الدبراشن اللي موجود على التنغ بسبب نزول الثايروغلوسل داكت هيا كل ما يتعلق بالإمبريولوجي بس خلو نضيف عليها في النقطة سريعة اللي هي أنه الديولوبين الثايرويد لوبز فيوز with the superior parathyroid gland and the ultimobranchial body اللي ultimobranchial body ما ريد أدوغكم بالضبط شنه بس اللي أريدكم تعرفوا إنه it is an embryological structure رح يتحد ويا الثايرويد جلاند وينطيها في الspecial type مع السلز حنصيح لهن para follicular cells خل نراجع الثايرويد هستولوجي مالاتنا على السرية عدنا تجمع مع الأبيثيليال cells وبداخلها أكو كولويد هذا التجمع رح نصيح لفوليكل الفوليكل هي الفونكشنال يونت مع الثايرويد جلاند متكونة من أكثر من فوليكل بين these follicles أكو special type of cells حنصيح لهن para follicular cells ذني الpara follicular cells مسؤولة عن إفراز الكالسيتونين بالجسم اللي هو في الهرمون مهم التنظيم مستويات الكالسيوم بالدم فالمختصر ما لتنا إنه إحنا عدنا ثايرويد جلاند رح تتحد ويا ألتمو برانكيال بادي هذا الألتمو برانكيال بادي رح يطيها para follicular cells ذني الpara follicular cells مسؤولة عن إفراز الكالسيتونين بالجسم هسا خلي نشوف شنو الباثولوجي مالتنا شنو الثارجلوسل سيست ولي أشتصير الثارجلوسل داكت اللي هو الإيلونغيشن اللي يجي ويقعد هنا بالنك هذا المفروض ينسد بالإمريولوجيكال لايف ما المفروض يبقى مفتوح إذا بقى مفتوح فاحتمال ميوكس يتجمع بوحدة من أجزاء يوزولي إن دا ميدل بارت هنانا تقريبا هذا الميوكس من يتجمع رح يسوي لك فادي سوالنغ راح نسويه لثارجلوسل سيست فهاي كلش ممكن تنسألون بيها بالبراكتكال يقولك شنو الباثوفيزيولوجي أوثارجلوسل سيست هيتجمع عدنا ميوكس وحيسوي لك هاي الثارجلوسل سيست كالكلينيكال فيتشار حنشوف أكوفد السوالنغ بيها تحركت بالبلاع راح تتحرك السيست اذا طلعت لسانك لبرا ايضا راح تتحرك السيست وترتفع لي فوق فهاي الفايندينغ كلاسيك للثارجلوسل سيست إذا صار هذا الربشر راح يتحول اسمها الى ثايروغلوسل فسجرة فالثايروغلوسل سيست هي كنجينتال بيثالوجي بينما الفسجرة هي فتشي أكوارد اسم العملية مو كلش هتنسألون بي بس اتس كنجينتال بيثالوجي عدل بيكون كلكم تموتون على المبيولوجي بس لأسف خلصنا لدينا جزء الآخر تهمية ممتون علي اللي هو الأناتومي بالنسبة للأناتومي وفي ثايرويد جلاند هناك سؤال هواي ينطرح بالامتحانات البراكتكول اللي هو ليش الثايرويد جلاند انلاجمنت يتحركن ويا البلاء بيموف اوپ ان داون حتى نجاوب على هذا السؤال لازم نعرف انو الثايرويد جلاند متغلفة عن طريقة فايشة اسمها البريتريكيال فايشة هاي البريتريكيال فايشة بيها اجزاء كندنسد امساوي افاد ليجامنت راح نصيحلها السسبنساري ليجامنت ثاني الليجامنت راح يججن ويقعدن على التريكية وعى اللارنكس احنا مثل ما نعرف اللارنكس موف اوپ ان داون وث سوالوين فمن راح يتحرك اوپ ان داون راح يسحب البريليجامنت اللي هو عبارة عن حبل راح يصير هذا الحبل متصل بالثايرويد ومغلفها وده يسحبها همين ويا اللارنكس فكل ما يتحرك اللارنكس راح تتحرك الثايرويد وياه فthis is why thyroid swellings move up and down with deglutition حسا جاوبنا على هذا السؤال اللي هو كلش كومن خلوا بباكم لدينا البلوت سبلاي والفينيس طونيج of the thyroid صراحة درخ ما عندي تعليق عليها البلوت سبلاي عن طريق السوبيرير والانفيرير thyroid artery والفينيس طونيج ايضا عن طريق السوبيرير والانفيرير thyroid vein نضيف عليها ايضا الميدل thyroid vein بالنسبة للمفاتيك طونيج of the thyroid gland there are seven lymph node levels that drain the thyroid خلوا نشوف هاي الصورة مثل ما نعرف انه النك آرية بيها heavy lymphatic drainage وبيها many lymph node groups بالthyroid gland احنا رح نقسمها الى seven levels اللي هي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة الليمف نود بالthyroid gland الها اهمية خاصة because it may indicate malignancy اذا صار اكو فد enlargement بالthyroid gland صارت اكو فد عنجورة خلنا افتروا احنا اجينا فحصنا ال cervical lymph nodes لجينا قسم من عدها كان enlarged this is indicative of cancer and it should be investigated accordingly فالليمف نود احنا اهمية خاصة بالthyroid malignancies طبعا احنا رح نحش عن thyroid malignancies بالتفصيل بنهاية المنزمة تقريبا بس we have to have a basic understanding of the lymph node groups اللي موجودة بال cervical area عدنا سؤاليا لازم نجاوب علي احنا بهذا السلايد اللي هو اول سؤال شنو الدالفين lymph node احنا عدنا في المصطلح بالانكولوجي اللي هو sentinel lymph node اذا سامعين بي السنتينل lymph node هي اول lymph node رح يصير بيها enlargement in a certain type of cancer بالthyroid cancer اول lymph node رح يصير بيها enlargement هي الدالفين lymph node مكانها تقريبا بالmidline بالsixth lymph node group فالدالفين lymph node هي اول وحدة رح يصير بها enlargement واكثر وحدة تكون indicative of malignancy السؤال الثاني اللي لازم نجاوب عليه which levels are affected first in thyroid cancer نجاوب احنا 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 عرفنا انه الدالفين lymph node موجودة بالlevel 6 فاذا الlevel 6 and to a lesser extent level 7 ايضا همين تكون affected بالبداية بالthyroid malignancies فهاي بالنسبة لل lymphatic drainage of the thyroid gland اهم شي عدنا بالاناتومي هو النافس احنا عدنا two nerves that could be injured بعمليات thyroid gland اللي هن superior laryngeal nerve recurrent laryngeal nerve كل واحدة منذني two nerves اذا صار بها injury رح تطينا clinical features مختلفة خلي نشوف اول واحد superior laryngeal هذا اذا صار بانجري فالمريض رح يجي عنده monotonic voice شنو يعني monotonic voice اريدكم تركزون على صوتي بدني الجملتين اللي هس رح احتي هن patient presents with a monotonic voice patient presents with a monotonic voice اذا انتبهتوا عال pitch فبالجملة الاولى كان اعلى من الجملة الثانية نورمالي البشر يقدرون يغيرون بين high واللو pitch sounds بكلامهم الطبيعي المريض او الانجري تذا superior laryngeal ما رح يقدر يسوي high pitch sounds بس يقدر يسوي low pitch فرح يبدأ يحكي مثل الروبوت بالضبط وهي اكثر شي تأثر على المغنين وعال professional voice actors اللي يستخدمون صوتهم كوسيلة عيش هيف افت فاكت انه انه انكالثوم لأي علاج عدال عملية قالوا لها انه العملية احتمار تضرب superior laryngeal narve واحتمار صوت يتغير وبعد ما تقدر يتغني لهذا السبب رفضت العملية وقررت انه تدعاي شوية المرض مالتها بس حتى تحافظ على صوتها وغنائي ف this is just something for you حتى يبقى superior laryngeal رباركم اذا تريدون تتذكرون للكلينكال فيترز مالتها ذكروا امكرثون زين خنشوف شنو الكلينكال فيترز مالي current laryngeal narve injury الpatient will present with a paralysis of the vocal cord اذا كانت الانجري unilateral فالمريض رح يجي عنده hoarseness of voice بينما اذا كانت الانجري bilateral النارض اثنين هن من جهتين مضروبات فالمريض احتمال يجي عند respiretory obstruction with disnea and strider فمن هاي النقطة نفتهم انه الانجري to the recurrent laryngeal narve is more dangerous than the superior laryngeal narve طبعا اكو عدنا فتقاعدة بالانجري to the recurrent laryngeal narve احنا عدنا recurrent laryngeal narve يغذي لك كل المسلز مع vocal cord or at least most of them بس هو يغذي abductors والadductors اثنين اثنين abductors هي اللي يطلع الvocal cord اللي برا والadductors اللي هي تسحب الvocal cords لجوه فاثنين هين يغذي هن recurrent laryngeal narve هاي القاعدة اسمها سامن سلو شو تقول تقول انه اكو انجري لري current laryngeal narve فالabductors تتأذى قبل الadductors حتى نحفظ هاي القاعدة خلي نسوي نفذ نمونيك بسيط اللي هو b is before d من نجي نشوف الالفابت اوكي a b c d فالb يجي قبل ال d فالabductors راح تنضرب او تتأذى قبل الadductors هاي فادنمونيك بسيط حتى تبقى هاي القاعدة بانة زي هنسأ اوكي شنو فائدت هاي القاعدة عرفت الabductor راح ينضرب قبل الabductor ش راح استفاد منها اكو two types of injuries ممكن يصيرا للrecurrent laryngeal nerve اللي هي اما partial injury هي اما complete injury partial يعني انه صار اكو تراوما بس ما نقطع نقطع النوف مجرد التراوما لل outside شيف سمال نوف يصيح لها neuro praxia complete injury هو انه النوف انقطع تماما وصار بي transaction كل واحدة راح تأثر على vocal codes بطريقة مختلفة اذا صار اكو partial injury اللي هي هاي اللي بالصورة ش راح يصير حنا الvocal codes ادنا هذا neutral position مالتها بالجسم شكل حرف 8 او رقم 8 عافوا هاي ال partial injury ش راح يسوي راح تأذي لك الabductor قبل تأذي الabductor فبالتالي الabductor راح تشتغل اكثر من الabductor فراح تسحب الvocal codes اللي جوه فش راح يصير عدنا راح يصير عدنا هذا الشكل اللي مرسوم انو الvocal codes راح يجعن اثنيان اتهم ويطب قن واحد على الاخ يصير بالmidline position بينما الcomplete recurrent laryngeal nerve injury اللي هي complete transaction انو الناب مقطوع تماما ش راح يصير اهنان both abductors and abductors اثنين هن they will be lost الفنكشن مالتها فلا الabduction ولا الadduction دايش تغل عدنا ش راح يصير بالvocal code لا راح تطبق سوية ولا راح تتباعد كلش راح تصير تقريبا مكان هو paramedian اذا هذا هو midline فهو راح تكون قريبة عليها تقريبا بس شوية متبعدات يصيحول paramedian position اسمه الثاني هو cadaveric position لان الانسان من يموت هذا شكل الvocal code يكون عنده هاي بالنسبة لل Simmons law ف Simmons law تساعدنا حتى نعرف شنو نوع الانجري الصايرة بال current laryngeal nerve هل هي partial أو complete انجري نجي نسوي laryngeoscope نشوف الvocal codes شنو وضعيتها وعلى هذا الاساس نحدد شنو نوع الانجري اللي صايرة عدنا زين في حالة صار الدوخة عليكم شوية خلي نسوي نومونيك حتى إن شاء الله بعض من ننساها نذكر إنه الpartial injury راح تسوي abductor lost first البي ما الpartial نذكر ها بينما complete nerve injury راح تسوي لك cadavaric position نذكر C mark complete ويسي mark cadavaric position خلي نحل هذا السؤال حتى نربط السامنز وإن شاء الله بعض ما نخربط بي طبعا هذا السؤال جاي بالوزاري فأريدكم تركزون ويا حاولوا تحلوا وحدكم أسو بوز للفيديو وراء العملية شو فان تحلوا بي لاترالي أدكت فوكال كور سفير سترايدر to which tracheostomy was done the most likely cause for such presentation is خلي نشوف سبب سبب بي لاترال اكسترنل لارنجيال نوف انجري هاي الجواب غلط الاكسترنل لارنجيال نوف هو قصدهم نفس السوبيلي لارنجيال نوف هذا إذا نضرب رح يسوي لك مونوتوني كفويس اللي طينا مثال علي أمك الثوم قبل شوية ما رح يسوي هاي الclinical features bilateral complete recurrent laryngeal نوف انجري هذا جواب أيضا غلط لأن هنا قايل لنا bilaterally adducted vocal cords الcomplete recurrent laryngeal نوف انجري ما سوي adducted vocal cords تسوي cadavaric position أو paramedian vocal cords c bilateral superior laryngeal nerve انجري اللي هو نفس الexternal laryngeal nerve انجري هذا أيضا غلط كنا يسوي monotonic voice e bilateral vegas nerve انجري ها غلط ما ها علاقة أصلا d bilateral incomplete recurrent laryngeal nerve انجري هو هاي الجواب الصح incomplete قصدهم partial فقنا partial رح يسوي loss بال abductors أول وبالتالي حيكون laryngeal adducted فهذا السؤال جاي بالوزاري سهل المفرور يجاب هذا حد شي اللي راح شي هسا مونجه لجماعة السادس أكثر شي طبعا هاي السمن هو أصلا مموجود ببيضي ولا شرحي ولا حتى ذاكري يعني أبد أبد آني ضفت من عندي and I am telling you this حتى تخلون ببالكم أن الأسألة اللي تجيكم بالوزاري مو بالضرورة من بيلي بالنسبة لل investigations of the thyroid أدنا serum investigations من البلد اللي هي thyroid function test with thyroid auto antibodies بالنسبة لل thyroid function test بيها 3 components اللي هي T4 والT3 والTSH خلنشوفها القراءات على السريع احنا مفروض نعرفها بس خلن راجعها بال hyperthyroidism T3 والT4 اثنين هن هيكون انصادات بس بتويتر ريش راح تسوي راح تحاول اتناقص من TSH للطلعة حتى تحارب هذا الزيادة بالT3 والT4 فالTSH هيكون undetectable or low المكسديما او الhypothyroidism العكس بالضبط هو الصحيح اللي هو انه اكو low T3 وT4 واكو elevated TSH لانه بتويتر راح تحاول تحارب النزول بالthyroid hormones وعدنا suppressive T4 therapy اللي هو انه ننطي للمريض الليفوثايروكسين حال حال الhyperthyroidism ايضا T3 والT4 هيكون انصادات والTSH هيكون undetectable اكو في الملاحظة داري دا ننبح عليها لان اشوف كل شو هاي طلاب يغلطون بيها واني واحد من الطلاب تش انتغرط بيها ولو هي مو موضوعنا حاليا بس it's good to know اللي هو مصطلح مكسديما احنا اغلبنا من نسمع مكسديما يروح باننا على اللور المسوالنج اللي صير جواب رجليك هاي حقيقة ما لها علاقة بالمكسديما اللي احنا دا نحكي بيها حسا خلا نعرف انه اكو فاد مصطلحين وادنا مصطلح مكسديما او جنرلايزد مكسديما اللي هو هذا معناه هيبوثايرويدزم واكو بريتيبيل مكسديما اللي هي هاي اللي يكون بالليجز البريتيبيل مكسديما ما لا علاقة بالمكسديما مع الهايبوثايرويدزم اكشي اتسوسياتي وهاي بريتيبيل ثاييرويدزم ويال غريفز دزيز فخافت نسألون بالبراكتكال اقزام شنو سبب البريتيبيل مكسديما تقولون غريفز دزيز لا تقولون هايبوثايرويدزم كل شو هاي بيكم يعني قلطون بهاي النقطة فأتمنى تنتبهون عليها فهاي كان بالنسبة الثاييرويد فانكشن تاست عدنا ايضا ثاييرويد أوتو أنتيبوديز بالسيرم هاي مو كلش موضوع انا احنا حاليا بالسرجري ما رح تنسألون بيها اكثر شي تنسألون بيها بالميدسين فما رح اتطرق لها حسا عدنا اخر مهم اللي هو احنا متعودين باقي الكنسر انو ناخذ بايوبسي من التيومر ونشخص الكنسر على اساس هاي البيايوبسي الكور بايوبسي بالثاييرويد احنا ما نستخدمها لان الثاييرويد تكون هايلي فاسكولورايز اذا اخذنا من عدها بايوبسي حتكون انفيزيف واحتمال تعرض البيشن الى هامرج فانسو نسوي شي اللي هو انو نجيب فاين نيدل وندخل ها اللي لسولنغ نسحب سلز من عدها ونحطها جوال ميكروسكول هاي العمليا صيحلها fine needle aspiration cytology and it is very important in discrete thyroid swellings اذا اكو اخو اخو احنا شاكين بي قدي يكون cancer نسوي fine needle aspiration cytology طبعا ويال fine needle aspiration cytology نقدر نستخدم ultra sound حتى نزيد الأكوراسي مع سامبل مالتنا بالنسبة للميجنج نقدر نستخدم chest x i chest x i حقيقة هو benefits مال تمحدود بال thyroid disease بس مع ذلك تبقى عندنا هوايا فوائد ما رح نستخدم هوايا بس يعني نقدر نشوف بكم شغلة تفيد نا هاي ممكن تسألون بها بال practical exams أكثر شي خلنشوف chest x i اذا تشوفون اكوفاد ماس هنا هاي outline مالتها من من الاتري هاي حقيقة enlarged thyroid انصيح لها goiter اذا goiter كان big enough احتمال يبين بال chest x i اضافة الى اكوفاين دن لخ هنا اللي هي tracheal deviation المفروض تكون in the midline ف thyroid gland من يكبر حجمها احتمال تدفع tracheal على معين من الجسم بها x ray مدفوعة towards the right side tracheal deviation ايضا ممكن نشوف بال chest x واحتمال يدل لنا على انها قد تكون thyroid enlarged نشوف ايضا calcifications calcifications اذا مثلا nodule calcified او certain type of cancer هميا big calcification احتمال نشوف medial steinal widening اللي هي a sign of retrosternal goiter راح نشتح هاي بالتفصيل اللي الدخون بها هسه و cardiomegaly and pulmonary edema اذا الpatient كان عنده hyperthyroidism for example الhyperthyroidism قد يؤدي الى heart failure و واحدة من الساينز ما heart failure on chest x-ray هي cardiomegaly اضافة الى pulmonary edema فذن هميا قد ممكن نشوف ها بال chest x-ray هاي بالنسبة للفوائد chest x-ray الinvestigation اللي حقيقة اهم من x-ray هو ultrasound ultrasound هو workhorse investigation الحصان مالتنا بالسرجري راح نستخدم حتى نشوف اذا اكو nodularities ما قدرنا نحس ها بال general exam نشوف حجم هاي النوديول عدد هن كم اكو نوديول احنا ما قدرنا نحس ها او نشوف ها assessment of thyroid cancer نشوف اذا اكو features of thyroid cancer on ultrasound guided biopsie احنا قدرنا قبل شوية نستخدم ultrasound حتى نزيد sampling accuracy فهي واحدة من فوعد الالترا sound همين assessment of lymph nodes اذا سوينا examination لنك وما حسينا اكو lymph nodes نستخدم الالترا sound حتى نشوف عدد هن نشوف حجم هن و evaluation of thyroid cyst thyroid cyst هي فالسيست filled with fluid اذا عشفنا هاي السيست filled only with fluid وما بيها solid component اي راح نحلف عليها تقريبا انه هي ما بيها risk mal malignancy فالالالترا sound كلش راح يفيدنا بال thyroid cyst because it can differentiate between cystic and solid legions CTN MRI ممكن يفيدنا اذا شاكين اكو metastasis بال thyroid cancer الايزوتوب scan الايزوتوب scan شنو فكرته الthyroid gland هي بطبيعتها تحب تاخذ ايودين لان تحتاج هذا الايودين حتى تصنع thyroid hormones فمن تشوف بالدم راح تمتص فش قالوا خلي نطي radioactive iodine حتى نشوف اشقر من هذا radioactive iodine راح تمتص الثير gland نحن نأخذ صور للثير ونشوف activity اذا امتصت هواية فمعناها هاي الالجلاند hyperactive معناها اكو hyperthyroidism وبالعكس اذا ما امتصت فمعناها الالجلاند hyperactive واكو hypothyroidism شافوا ذنني الالسوالنغز اللي ياخذ هواية آيادين ذنني بدوا يصيحول هن warm أو hot swelling والالسوالنغز اللي ما ياخذ آيادين قاموا يصيحولهن cold swelling فاذن الالايزاتوب سكان يفيدنا حتى نعرف الفنكشن مال thyroid gland حتى نشوفها هل هي hyper أو hypoactive اكو عبارة يحبوها بالمسي كيوات اللي هي انه ايزاتوب سكان is inappropriate for distinguishing benign and malignant lesions لأن المالغنان احتمال تكون cold واحتمال تكون hot فالفنكشن مال swelling مو بالضرورة متعلق بال malignant potential مال هذا السوالنغ فالايزاتوب سكان ما يفرق انه هل هذا السوالنغ benign أو malignant مجرد يطينا الفنكشن مال هذا السوالنغ زين نكملنا رح نجي عرفت شي كلش كلش مهم اللي هو الثايرويدكتومي والتيب سمع الثايرويدكتومي الثايرويدكتومي هو الثايرويدكتومي اذا تفوتون عمليات ما بالغ من اقول انه يعني كل اربع او خمس غرف رح تلقون الثايرويدكتومي واحدة بيهن اذا مو اكثر فهاي الحاجة اللي حنحط شي كله very important سواء بالنظري او بالعملي او اي امتحاد انتحنو بالنسبة للثايرويد جلاند خلني نجي نرسمها هنا حتى نفتهم العمليات عدنا لوب هنا ولوب هنا وبينات هن يربط اثمس طعنا طعت شون هدن برسم الحديد شو يتحمل رسمي القبيح الثايرويدكتومي يأما انشيل جلاند كلها من بقي اي جزء الثايرويدكتومي هذا اول نوع من العمليات يأما ان بقي جزء صغير بهذا اللوب وجزء صغير بهذا اللوب من الثايرويد تشو ما نشيل كل الجزء الباقي من الثايرويد جلاند هيا رح نصيح لها سب توتال ثايرويد اكتمي حتى نبقي جزء صغير من الثايرويد تقريبا ثمانية غرام والباقي كلنا شنا هاي العملية رح نصيح لها نير توتال ثايرويد اكتمي هاي النوع الثالث وبالنسبة لنوع الاخير فاذا شلنا هذا الجزء كل شنا اللوب كل من جهة وشنا الاثمس همين ويا وبقينا لوب واحد هاي العملية رح نصيح لها همي ثايرويد اكتمي همي يعني النص فاحنا شلنا نصف الثايرويد جلاند وبقينا النص بالاخ فاذني عملياتنا الاربعة الرئيسية بالثايرويد اكتمي اللي هي total thyroid اكتمي انشيل اللوب بين ثنين وانشيل الاثمس وياها subtotal thyroid اكتمي اللي هي انه نبقي جزء صغير بكل لوب نصيح لها subtotal lobe وايضا انشيل الاثمس وياها النوع الثالث near total thyroid اكتمي اللي هو انه انه انبقي جزء صغير من اللوب واحد واللوب اللاخ كله نشيل وايضا نشيل الاثمس والهمي ثايرويد اكتمي اللي هي انه انشيل لوب واحد والاثمس وانبقي لوب لاخ اذا نشيل نصف الثايرويد فاذني الاربع عمليات رجاء نحفظولي لدفينيشن ثايرويد اكتمي ليش دا اشيل كل الثايرويد واعوف جزء من عدها باقي جسم المريض فكرة انه نحاول نحافظ عن normal thyroid function هذا remaining thyroid tissue اللي هو تقريبا 8 غرام بكل لوب هذا ممكن يحافظ لك عن normal thyroid function يبقى يفرز لك thyroid hormones ورا العملية والمريض ما رح يحتاج ننطي supplementation by levothyroxine ورا العملية بس حقيقة السبتو الثايرويد اكتمي كل شقال استخدامها بالmodern practice due to one reason اللي هو higher risk of recurrence احنا اذا سوينا العملية for a certain pathology example هو الغريفز ديزيز اللي هو واحدة من اسباب الhyperthyroidism مريض كان عنده hyperthyroidism by الغريفز ديزيز ردنا نشيل الغلاند فشلناها كلها بقينا جزئين صغيرات من عدها ذني الجزئين لصغيرات احتمال يصير بيها recurrence بالغريفز ديزيز واحتمال حتى تحتاج عملية مرة لخ احنا رح نواجه مشكلة بعد اصعب اللي هي العملية الثانية العملية الثانية حتكون كلش difficult وبيها great risk to the recurrence laryngeal nerve and the parathyroid glands كلش اكو طبعا بالsubtotal thyroidectomy احنا ما رح يحتاج بالغالب انه ننطي levothyroxine اللي هو exogenous thyroid hormone حتى نعوض النقص لان ما رح يكون عدنا نقص عدنا ثيرويت تشو كافي حتى يفرز النا الثيرويت هرمون العكس صحيح للتوتال والنير توتال thyroidectomy رح نحتاج نطي thyroid replacement حتى نعوض الدفايشنسي اللي تصير عدنا هاي مقارنة بين التوتال thyroidectomy والسبتال thyroidectomy في علاج لgraves disease كcontrol للتوكسيسيتي اثنين هن they are equal they control it immediately بس بالنسبة للreturn to eothyroid state اللي هي انو الثيرويت هرمون ترجع للنormal levels مالدها التوتال thyroidectomy superior immediately حيرجع الpatient للأيothyroid state بينما subtotal variable وتعتمد على amount of tissue that is preserved risk of recurrence بالتوتال thyroidectomy ماكو اي risk of recurrence لحنا ماعفنا اي thyroid tissue السبتال lifelong وقد توصل حتى 5% اللي هو رقم شبير risk of thyroid failure 100% بالthyroidectomy which is unfortunate بس بالسبتال thyroidectomy بالبداية ما حيكون كلش عالي بس بتقدم العمر قد يوصل حتى 100% وراء 30 سنة من العملية risk of permanent hypoparathyroidism due to injury of the thyroid gland بالتوتال thyroidectomy هتكون 5% بينما 1% بالسبتال thyroidectomy لان السبتال احنا راح نعوف الجزء من الثيرويد هذا الجزء صار قريب على الparathyroid glands فاحنا ما راح نوصل اليمها باسكلي فالريسك of injury to these glands هتكون اقل النيد for follow up بالتوتال thyroidectomy حيكون minimal بينما بالسبتال حيكون lifelong to check for the currents زين عدنا postoperative complications of thyroidectomy هاي كلش 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 مهمة يمكن هاي أهم شي به هاي المنزمة يعني ما تتخيلونش قد راح تنسألون بيها بالpractical exams بالoral الكمplications رجاء يعني من تحكوها قسموها early و late راح تنتبهون انه اكل الحمرج حاطي احنا بالearly وحاطي بالlate قدنا ثلاث مصطلحات احنا لازم نعروفها اللي هي primary primary reactionary secondary secondary primary 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 هو الحمرج اللي يصير اثناء العملية اثناء المريض موجود على operating table reactionary primary هو الهمرج اللي يصير in the first 24 hours after surgery secondary secondary يصير بعد اسبوع الى اسبوعين من العملية فالprimary والreactionary همرج احنا حاطيها بالearly complications secondary همرج مشمول بالlate complications خلي نسوي لكم نومونك حتى نحفظ early complications بس اريكم ماذا اكون احنا complications مالتنا نقدر نختصرها ب6 اسات الاسة الاولى هي serious bleeding لان احنا الـ bleeding عدنا هو most serious complication of thyroidectomy الاسة الثانية هي surgical site infection ثالث complication هو serum calcium low اللي هي hypo calcemia بس احنا ما نقدر نقول hypo calcemia لان نريد انه مالتنا شو يضبط رابع اسعدنا هي suffocation اللي هي respiratory obstruction وخامس نقطة storm اللي هي thyroid storm وسادس اخير نقطة surrounding nerve damage كأنه يكون damage to the recurrent او superior laryngeal mouth يعني اوكي النومونك شوية تلزيق بس تحملوا مشؤولية ها هالمرة راح نحتي كل ذن complications هسا ناخذ headlines على كل وحدة بيهن نبدأ بأول واحد عدنا هو bleeding تنشين هيمتومة اكثر شي خاف من عند وراء العملية because it is life threatening that تتجمع هيمتومة قريبة على التريكية واحتمال تسوي respirator obstruction احنا خوفنا بالتنشين هيمتومة مو من البلود لوس نفسه لأن هذا البلود لوس بالعادة يكون يعني كمية قليلة مو كل شو هواية بحيث تسوي hypovolumia وشوك اللي خوفنا بالتنشين هيمتومة انه it is a high pressure هيمتومة راح تضغط لك على important structures به الارية واحتمال تسوي لك laryngeal edema وتسوي لك respiratory obstruction فاللي خوفنا هو respiratory obstruction وليس الhypovolumia الclinical features with the high tension hematoma includes dysnnea stridor and pain the treatment with the high tension hematoma طبعا هتنسألون به بالأورض يقول لك الدكتور الممتحن مريض طالع من عملية مال thyroid وصار عنده strider pain وصعوبة بالتنفس ماذا يقدر يتنفس اش راح تسوي انت كمقيم تقول لك دكتور لازم اسوي urgent decompression at bedside ما تنتظر تودي للعمليات لا راح نفتح الووند بفراش المريض لحد ما نوصل للتريكيا حرفيا وراها تخابر الجراح وتحاول تودي للعمليات بأقرب وقت ممكن هاي الارجن decompression راح يكسب لك وقت بين ما تودي المريض للعملية هناك راح تفتح المريض وشوف وين bleeding point بالضبط وتحاول توقف ها الكمplication الثاني عدنا هو الووند انفكشن عادة يصير عدنا بال 5th day post op فلذلك احنا نعتبر early complication معظم مذني الووند انفكشن هي sellulitis مو deep انفكشن اللي يتمثل بابسس مثلا هذا يكون مور سيريز طبعا بس فورشنطلي اتز مور رائع بنسبة النورف انجري حتشينا النقاط المهمة بالنورف انجري بداية المنزمة وقلنا انه there are two types of انجري اللي هن الاسوبير الانجيل الناف والري الانجيل خلنا نضيف عليها كام نقطة ونقول انه الانسدنس يوصل من 1 الى 4 بالمئة بعض المصادر تكون اكثر من هي شي وحقيقة اغلب المرضى اللي طلعون ورا عمليات الثيرويد اكتمي عدهم تغيرات بالصوت بس هاي التغيرات يعني حتى المريض ما ينتبه عليها لن تكون طفيفة وتكون تمبراري ايضا فترة وتروح البرمننت باراليسز عادة تكون رير ال اذا هذا الفرست اذا ما فاد ال اذا نقدر نسوي شي اسمه medialization procedure medialization procedure شنو احنا ادنا ال من نحتي هيكون بهذا الشكل يكون قريبات على بعض اما انا طابقات واحد على الوخ من يصير ادنا ال من رائسز واحد من ال راح تكون abducted اللي هو هاي هنا فال medialization procedure شنو ان احنا نجيب هذا ال ونحاول نقرب على اخ والاخ بحيث نحاول نرجع ال راح سوية عسواء ان الفونation وال speech يرجع المستوى الطبيعي ما مطلوبة طبعا من ادنى تفاصيل medialization procedure بس يعني this is good وانتبهنا عليها نحاول ان ننسوي ريانستاموس عسواء ان نقدر نرجع قسم من neurological input للمسلز ما للارنكس والملاحظة الاخيرة عندنا هي left recurrent laryngeal nerve is more commonly injured than the right خلي نشوف هاي الصور احنا هذا هو مسار left recurrent laryngeal nerve هذا مسار right recurrent فمثل ماذا نشوف left recurrent ال path ما تيكون اطول ومور tortuous فالريسك الانجوري هتكون اعلى this is why the left is more commonly injured than the right parathyroid insufficiency هذا هم من complication early للثيرويد اكتمي المست common mechanism هي vascular injury to the parathyroid انو احنا نغذي او بالغلط انسوي ligation للفزول اللي تغذي الparathyroid gland وبالتالي هيصير اكو انجوري اكو مكانزم لخ وهي انو بالغلط انشيل الparathyroid gland من نسوي الثيرويد اكتمي هاي المكانزم much less common than vascular injury الفascular injury هي most important one طبعا هاي الكمplication اكثر شي نشوفه ويه total thyroide اكتمي ما نشوفه باقي عنوى thyroide اكتمي خلنا نرسم فتشي بسيط اثنانا احنا ادنا 4 parathyroid glands في جسم الانسان اذا على فرض المثال سوينا hemithyroid اكتمي اللي هي انو احنا شلنا نصف thyroid gland فاذا بالغلط شلنا ذني 2 parathyroid glands او سوينا الهن injury فذني remaining parathyroid glands يقدر ان يحافظ على normal calcium levels في جسم الانسان فبالهم thyroide اكتمي ما رح نشوف هذا complication اكثر شي ويه total وطبعا فان فاكت سريع لكم انو جسم الانسان يقدر يعيش على نصف parathyroid gland هاي نص واحد كافي انو يحافظ على normal calcium levels بس حتى توقبالكم مريض الhypoparathyroidism رح يجي عند hypocalcemia ورح تظهر ورات 3 الى 5 ايام هاي hypocalcemia ليش دا صير دا صير لان الparathyroid gland مسئول عن تكوين parathyroid hormone هذا parathyroid hormone وضيف ه بجسم الانسان انو يزيد calcium levels بالدم فاذا ما كو هذا الهرمون رح يصير عندك hypocalcemia الclinical features رادوني افحص الجفوستيك وسئلوني التوسيو السين همين اول clinical feature عدنا هي perioral tingling النومنس المريض يقول اني عندي خدر حواليا الحلق ماتي الجفوستيك سين خلنشوف هاي الصورة اذا المريض صار عنده hypocalcemia ويجي تسوي tapping على هذا المكان مال facial nerve المريض رح يصير اكو twitching به side مع الفيس ماتة وعباك دائموز لك اذا صار هذا twitching في sign positive and this indicates hypocalcemia بالنسبة ل troceus sign troceus sign هي انه اذا اجبنا السفجنو منومتر اللي هو جهاز الضغط وشدينا على ايد المريض ورفعنا الضغط مع هذا السفجنو منومتر 20 millimetre ماركري above the systoric blood pressure of the patient اذا تبقي ها مشدودة for 2 to 3 minutes راح يصير اكو flexion بال hands وبال fingers مع patient نصيح لها carbopedal spasm هذا carbopedal spasm اذا صار معناها sign positive and this also indicates hypocalcemia وعدنا ايضا clinical feature الاخير اللي هو carbopedal spasm احتمال يصير بدون lethrosius sign يعني بدون ما نجيب جهاز الضغط ونشد هو المريض واحد يصير عند deflection بال fingers وبال wrist management is oral calcium and vitamin d نخلي باننا هاي oral calcium and vitamin d هاي management مع mild cases يعني المريض طلع وراء العملية وراء ثلاث يام اجينا نفحصنا الكالسيوم لقينا levels mildly low بس ما عند المريض clinical features فاحنا راح نسوي prophylaxis حتى ما تنزل بعد levels فننطي oral calcium وvitamin d بس اذا كانت levels كل شلو سفير hypo kalsimia بهاي الحالة احنا ما راح ننطي oral calcium راح نسوي emergency management of hypo kalsimia which includes giving calcium gluconate تفاصيل هاي calcium gluconate ما راح احتي هسا راح نحتي ها بمحاضرة parathyroid gland بس اريدكم تعرفوها من حسة thyroid insufficiency هذا نعتبر late complication وراء total thyroidectomy احنا لازم ننطي thyroxine replacement حتى نعوض النقص بالthyroid hormones اللي داي صغير عدنا وحتى اللي نسوي لهم hemithyroid ectomy قسم من عدهم راح نحتاج ننطيهم supplementation حتى نعوض deficiency thyrotoxic crisis او storm هاي طبعا a very rare complication بالmodern practice it is considered an early complication هاذا يصير اذا احنا ما حضرنا المريض بالصورة الصحيحة للthyroid مثل ما هناخذ بالpart 2 محارة الثايرويد المريض اللي لازم نسوي له thyroidectomy وهو hyperthyroid هذا لازم نسوي لتحبير خاص نضطي ادوية معينة حتى نحضر للعملية هاي الادوية اذا منطيناها فيصير عند هاي الcomplication اللي هي نسميها thyroid storm الclinical features مع thyroid storm هي نفس هال features مع hyperthermia severe anxiety palpitations ممكن توصل حتى fibrillation atrial flutter and death فمثل ما نشوف ان الثايرويد storm هي emergency والتريتمت مالتها همين لازم يكون emergent ويشمل supportive care includes IV fluids IV نضيها حتى نعوض النقصان بال fluids اللي دي يصير بسبب excessive sweating اضافة الى انه شوية رح تساعدنا نخفض من درجة حرارة الجسم ننطي oxygen وننطي cooling ل ice packs ننطي carbamazole ايضا الكarbamazole هو anti-thyroid drug رح يقلل لنا levels من thyroid hormones ننطي iodine ايضا وننطي propranolol هو beta blocker وبيه اكثر من فائدة الفائدة الاولى انه it is cardio protective احنا قلنا انه واحدة من clinical features هي تكي cardia وممكن توصل الى flutter and death فالpropranolol رح يحاول يمنع لنا من هاي ال complication اضافة الى انه الpropranolol رح يقلل لنا T4 to T3 conversion احنا عدنا two thyroid hormones T3 more potent than T4 فاذا قللنا ال conversion هذا رح تقل levels مع T3 اللي هي تكون more potent ننطي steroids ايضا IV hydrocortisone همين رح تساعدنا انه نقلل هذا T4 to T3 conversion فهي بالنسبة للمانجمente of thyroid storm رسپيراتري obstruction قد يكون بسبب اللارنجية العديمة اللي هي هاي المين ريزن حقيقة تكون بسبب الانتوبation احتمال بسبب التنشن هيماتومة اللي حشينا عليها قبل شوية تريتمنت مال هاي الرسپيراتري obstruction ان ننسوي intubation وما فاد انسوي tracheostomy rarely it could be due to tracheomalacia tracheomalacia هاي فالكون اتصير اذا الثايرويد كانت انلاج الفترة طويلة نفترض انه patient كان عند غويتر طول عند فالعشر سنين هاي العشر سنين كلها هاي الغويتر دي ضغط عال tracheo rings ويج دي يكبس عليها فاحنا من راح نشيل الثايرويد هاي هاي tracheal rings they will collapse فيصير عندنا condition اسمها tracheomalacia بس طبعا هاي الكمplication كلش غير hyper or keloid scar اللي هو هذا اللي تشوف بالصورة هاي يعني unpredictable ما تقدر تتوقع المريض اذا حيصير عنده او لا بس generally it is more common بال dark skinned individuals ونشوف ايضا sometimes اذا ال incision صار على sternum خصوصا بعمليات ال retrosternal goiter اخر complication راح نحش عليه هو stitch granuloma احنا ما راح نستخدم sutures بالthyroid surgery هاي sutures عبارة عن foreign material فاحتمال يصير عليها inflammatory reaction راح نصيح له stitch granuloma هاي granuloma تصير ورا خطرة من العملية ما راح تصير مباشرة فالذلك it is considered a late complication not an early one هاي ال granuloma اكتر شي تصير اذا استخدمنا non absorbable sutures particularly silk this is why it is recommended انو نستخدم absorbable sutures بعمليات الثيرويد حتى نتجنب هذا complication وبالتالي خلصنا part one من فيديو الثيرويد طبعا ااسف كلش اذا طوالت عليكم مجزل شفتوا الموضوع حمين شوية جاف بس اي برامس يو الفيديوهات الجاية حتكون اقصر واحلى حمين اشتركوا 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 and good luck